اهلا ان دراغم عاملين ان شاء الله تكونوا كلكم بخير فيديو النهاردة هنرسم فيه راشد الفيديو النهاردة هيكون عبارة عن رسم الشخصية الكرتونية فقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشير واشترك في قناة وتفعيل زر الجرس ويلا بينا زي ما انتم شايفين هبدأ برسم العينين والعينين يعني دايرة في الرسم الكرتون اغلب العين بتكون عبارة عن دايرة عملت دايرة وجواها دايرة ناحية اليمين وعملت جواها دايرة صغيرة الاضاءة ودلوقتي بعمل الحاجب الحاجب عبارة عن مسلس صغير على قد مأسات العين يعني انت شفت العين بالعرض هتلاقيها نفس طول الحاجب بالعرض اعمل عين تانية بدايرة تانية وبرضو هيتبقى دايرة ناحية اليمين لان لو عملت دايرة الجوا العين ناحية الشمال هتبقى كأنه أحوال يعني مش هتبقى نفس الاتجاه اللي بيبص عليه ونفس الحكاية عملت الإقضاء ونفس الحكاية برضو الحاجب على قد عرض العين أعمل خط مستقيم بعدين خط كي صغير ونقطتين دي عبارة عن الأنف أو المنخير بعمل البق عبارة عن خط ميل ناحية اليمين فوق ومن تحت نفس الكلام وبعمل له زي سنان عبارة عن خطوط مستقيم الرسمة جواعة النهاردة سهلة جدا يريد اللي هيتطبق يبعت لها لحسابي عن انستجرام هتلاقيف سندول الوصف الوقت بعمل خط مستقيم يجيب الوش بعدين بلف من تحت البق أو الفم وبكمل قدام بعدين أعملها هي بتكون تقريبا الوش أو الوجه بتاعها على شكل مربع فأنت ممكن ترسم مربع وبعدها ترسم الأذن أو الودان زي منها رسمها كده عبارة عن نص دايرة باللوقتي برسم الشعر بالطريقة دي بعمل خط ميل ناحية الحاجب زي ما انت شايفين كده وبعدين بعمل زي القصة بتاعت الشعر أو الطريقة التسريح بتاعت الشعر عبارة عن زي بصيلة شعركة نزلة على العين وعلى الحاجب زي ما انت شايفينه بالطريقة دي موضوع سهل جدا على الفكرة بعدين بعمل الشعر من فوق بعمله كده عبارة عن زي شعلة أو مسلسات كده عبارة عن مسلسات الشعر يكون عبارة عن مسلسات زي ما انت شايفين بالطريقة دي يبقى الوجه بتاعه أو الوش عبارة عن مربع الشعر عبارة عن مسلسات الحاجب بيكون عبارة عن مسلسة كمان هنا ببدأ اعمل زي ربع دايرة ربع دايرة كده كده عشان اجيب السمك بتاع الشعر هيكون الشعر كسيف ولا اصير بعمل التجويد بتاع الأذن او الودان عبارة عن كده زي شكل السنة او شكل الدرس دي خطوطة وضحية مش اكتر بس عشان اعرف اخرق في الشعر عشان ما يبقى الشعر كله سايح على بعضه كده دلوقتي هنرسم الرابة الرابة طبعا في الكرتون بتبقى صغيرة اصغر من الوجه طريقة دي بعدين بعمل خط ميل كده عساس انه كتف بعدين بعمل خط مستقيم بقية الجسم دلوقتي هعمل نفس الكلام الناحية التانية الكتف وعملش خط مستقيم هنا هاقوم نفصل بقى الدراع الدراع عبارة عن خط مستقيم وهيكون ميل شوائية كده هنا هنعمل سابع الايد عبارة عن زي برضو مسلسات اربع مسلسات كده طبعا هتعملهم جنب بعضها هعملوا الصابع طرياضي بعدين بعمل الكوع او الدراع بتاع الشخصية اهو زي ما انتوا شايفين كده طرياضي بعملها عبارة عن خطوط مستقيم الكرتون بيكون عبارة عن اشكال هندسية في اغلب الاحيان انت بتشوف الوش لازم ياما يكون عبارة عن دايرة ياما هيكون عبارة عن اه مثلا اه اطرة او هيكون عبارة عن اه مربع دايرة اطرة المسلس بيكون لوش معا بس وبعمل الشكل الجلبية او التوب اللي مراتي وبس دلعتي بقى هبدأ في مرحلة الترويين مرحلة الترويين هنستخدم البني والسيموني او لون البشرة بس مش اكتر البني هيبقى للشعر السيموني هيبقى للبشرة وهنستخدم طبعا اللون الاسود دا اكيد لو ما عندكش لون اسود بالقلم الرصاص عادي مش هيفرق قوي او ممكن تستخدم قلم حبر اسود جاف بنلون الوش و زي ما انتم شايفين بنلونه بالسيموني بنلون طبقة خفيفة بعدين بنبدأ نتقل واحدة واحدة بالتدريج بعمل بالبني الحواجب وبعدها بعمل الشعر والعين بعملها باللون الاسود او زي ما قالتلكو اللون الالم الرصاص او الالم الحبر الاسود الجاف بس الموضوع سهل جدا جدا ننفوش اي حاجة يكون بس عبارة عن انا بلون الشعر والبني دا طلع فاتح فانا بستخدم بالالم الرصاص بقوم جايب الالم الرصاص واشتغل على الشعر تاني عليه عشان اغمقه وبس يبقى اماكن للاضاءة والعين عبارة عن اسود وفيها لمعة اللمعة البيضة اللي هي الضيرة الصغيرة اللي جوا العين دي طبعا بسيبها عشان هي اللي هتدينا واقعية شوية وبيبقى فيه كده لمعان بني في العين من تحت البق التجويف بتاعه بيكون اسود برضه بالالم الرصاص او بالالم الحبر الجاف او بالوان خشب اسود وبتاقل بالسيموني بعد ما خلص اشوف اماكن الضل في البشرة السيموني اللي هو لون البشرة او الفلاش بتاقل بيهم الوش وبعمل ضل بالرصاص خفيف في الجلابية في الاخر خالص بعد ما خلص وطبعا بتاقل تجويف الودان او الازن عشان ما بيكونش فاتح لان دا تجويف طبعا فما بيوصلوش الاضاءة او النور كي طبعا كنا ما فيش حاجة خلاص تانية البقى ان انا هلون او شوفوا طريقة التلوين زي ما اشترا رحت لكم با لون الشعر بغمقه اللي بعد ما لونته بغمقه وبعدين بشتغل على العين بالسود وبسيب الاضاءة وبعمل زي لام عبوني ونفس الكلام وبعمل في البقى بس اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة سلامة موسيقى